اشتركوا في القناة المملكة المغربية ووفق منشورة بالجارية الرسمية نشر في الثالث عشر مارس الجارية فان مشروع التوسع يدخل في طريق اعلان المنفع العام ما يحتم نزع الملكية من عقارات تابعة للسفارة الجزائرية بالرباطة المجاورة لمقر سفارة الولايات المتحدة سابقا بحي حسان وحسب المنشورة الرسمية فان الملكية المنزوعة تتكون من ثلاث عقارات هي ارض مساحتها ستمائة وتسعة عشر متر مربعة ودار للسكن من طبقين بها مكاتب دارية مساحتها ستمائة وتلاتين متر مربعة فضلا عن فيلا من طبق وتحتوي على مرافق مساحتها الاجمالية أربعمائة وواحد وتسعين متر مربعة هذا وفي اول ردود الفعل الجزائرية اتهمت مواقع جزائرية المغرب بخرق اتفاقية فيهنة للعلاقات الدبلوماسية واضفت ذات المصادر ان سلطة الجزائرية لن تسكت وسترد في الوقت المناسب ويذكر ان التمثيلية الدبلوماسية الجزائرية بالمغرب انخفضت الى المستوى التمثيلية الادنى بعد خروج السفيرة الجزائرية بالمغرب اثر قطع النظام الجزائري علاقاته الدبلوماسية مع المغرب منذ نحو ثلاث سنوات من جانب واحد نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء